مرحبا عزيزي برج الزوزاء بشكل عام طاقتكم اليوم او طاقة الشريكة القادمة خلينا نقول خفيفة ما فيها طاقة ستاك مثل الابراج اللي قرأتها قبلكم فهذا الخبر جدا جيد احس انكم في هذه الفترة خفت اعبائكم من الماضي او وصلتم مرحلة مرتاحين فيها من الاشياء اللي حدثت في الماضي مشرط ان تعافيته بالكامل ولكن وصلتم مرحلة معينة من الراحة واستسلمتوا يعني للواقع حاليا اشوفكم استسلمين ومرتاحين الشخص القادم باتجاهك عزيزي برج الجوزاء فارس الخماسيات نايت اوف ايرث او بينتكلز مواصفاته العامة قبل ما ادخل في القراءة هو شخص محب مستقر جدا في طاقته وفي ولكن فارس الخماسيات من ابطأ الفرسان في التارو كلهم يعني هذا الفارس جدا بطيء لدرجة انه تشوف الحصان كأن لا يتحرك احتمال ان هذا الشخص طبيعته جدا حذر يعيد التفكير في الامور مرارا وتكرارا في عقله قبل ان يتحرك شبر واحد باتجاهك او على الأقل هذه الفترة او في المستقبل اللي راح يكون بهذا الشكل جدا جدا يحسب ويوزن الامور قبل ان يتحرك وهذا احتمال يكون سبب تأخير قدومه لحد الان لك بشكل عام بعد اشوف قصتين احتمال ان يكون بالنسبة لك شخص من الماضي لانه عندنا كرتين تبع الماضي الطاقة قوية ما اقدر انكرها احتمال ان يكون شخص من الماضي ولكن غير متوقع يعني اللي قاعدة اسمعه ان شخص من الماضي ولكن مو هو بالضبط الشخص اللي انت في بالك او يكون شخص جديد التقيت فيه بالماضي ما صار بينكم اي علاقة او حتى احتكاك مجرد التقيت فيه في بيئة عامة في بيئة عمل بيئة تجمع اهل اصدقاء ولم حتى تعيره اي اهتمام او هو لم يعيرك اي اهتمام فولكن ايضا يعتبر من الماضي يعني التقيت فيه في مناسبة من المناسبات ولكن هذا الشخص يتذكرك يعني احتمال اذا انت لم تعره اي اهتمام هذا الشخص جدا حاطك في باله وحاطك من اولوياته وهذا سبب قدومه هاي الفترة هذا الشخص خلينا نروح مع سيناريو رقم واحد اذا كان اتاك من الماضي فهو كان في فترة ما في السابق لديه الكثير من المهام والمشاغل في حياته في امور متعلقة سواء كنت بتقول ايجابية او سلبية علاقات سابقة اشخاص ثانين هم عنده هموم عنده مسئوليات عنده ارتباطات اجتماعية او مالية او اشياء تتحلق بالماضي ففي فترة من الفترات كان غير قادر انه يقدم لك اي شيء عنده خماسيا في يده ومشغول فلا يستطيع ان حتى لو اراد ان يخطو باتجاهك لا يستطيع لان لحد الان كان في امور غير مختومة امور غير منتهية من الماضي هذا في فترة من الفترات ولكن ان شاء الله في الفترة القادمة احتمال مثل ما قلت لك هذا الفارس بطيء يعني هو يعرف ماذا يريد نعم يريدك انت يريد معك العلاقة او الارتباط نعم ولكن مشكلته جدا بطيء يعني مثل السلحفة او حتى ابطأ احتمال لان الفارس لا تتحرك هذا الفارس احتمال عنده تخوف احتمال انه جدا حذر بسبب طريقة تفكيره هو عنده نفس طريقة التفكير هاي اللي قاعد اسمعه دائما طريقة تفكيره شوي مدشاء او يخاف من الراف جدا يخاف من الراف حتى لو انت كنت مبين لانك تحبه لو انت مبين لانك متقبله انت مبين لانك مستعد احس ان ردت فعلك او قبولك في هاي المعادلة بالنسبة لها كأنه غير موجود هذا الشخص عالق في تفكيره وخوفه من الراف وضع على هالحال فترة وهذا سبب تأخيره اذا تحس انه تأخر عليك هذا سبب تأخيره في هاي النوعية من الناس ترى موجودين حولنا طول الوقت ولكن ما ننتبه لهم لانهم ما ياخدون اي فعل دائما يكونون مرحلة الوقوف في حياتهم لا يتقدمون ولا يرجعون للوراء وتقدمهم يكون مثل الحلزون يعني بطي ما اسباب خوف هذا الشخص هذا الشخص اشوفه لو كان في الماضي لو كان شخص من الماضي ووضعك في سيناريوهات غير جيدة مثلا صار في خيانة صار في اشخاص ثانين صار في خذلان خذلك في الماضي لو فهذا الشخص حاليا اسوفه يأتي في اتجاهك جدا خفيف المتاعي يعني ما عنده ما عنده الا انت في باله ما عنده الا العرض اللي يريد ان يقدم لك ما عنده شيء ثاني او شيء يخفي او شيء اذا كان في طاقة داكنة في الماضي طاقة تلاعب او تخبية الحقيقة او النكي هاي الطاقة غير موجودة في هذا الشخص اذا كان جديد او اذا كان راجع من الماضي فهو تخلص مثل ما قد لك من الامور المتعلقة بالماضي الامور التي تشغل كانت عنك في الماضي وتمنع من المضي قدما في المرحلة القادمة هو اختارك ما بين كل امور وكذا الشخص وكذا الشيء عنده في حياته هو اختارك من فترة طويلة احس انه وقع وقع نظره عليك ووقع اختياره عليك انت من بين كل الناس هذا نصيبك يعني بالاحرى عندك بطاقة strength القوة وهي طاقة برج الاسد وطاقة نارية وعندك ايضا طاقة ثلاثة الاخصان احس ان هذا الشخص احتمال انه سبب خوفه انه مثل ما قلت لك يخاف من الرفي يخاف اذا ارجع لك انت تكون مشغولة بشخص ثاني انت تعطي ظهرك بالنسبة له هاي الموضوع فوبيا انت بالنسبة لك اوكي خلي يرجع اذا اتفقنا بنرجع حق بعض اذا ما اتفقنا ما مشكلة هذا بالنسبة له عكسك تماما الموضوع جدا مصيري وجدا جاد وجدا يعني ما يقدر يخطأ فيه ما في مجال للخطأ في هذا الموضوع بالنسبة له لانه جدا يخاف من الرف او يخاف انك ترفضه ولكن في المرحلة القادمة حتى لو انت اشوف بعد حتى لو انت كان هو شخص من الماضي وتعبك او دخلك معاه في مشاكل وفي الدراما وفي مواضيع مثل الخيانة هذا الشخص حتى لو انك رفضته رفضت مبدئي عشان مثلا كرامتك وعشان اراضيك وعشان الزعل اللي صار حتى لو رفضته وعطيته ظهرك فهذا الشخص انا قلت لك بطيء وقلت لك فارس وقلت لك حذر وخائف ولكن تنفس الوقت حتى لو رفضته رح يستجمع كل قوى رح يستجمع كل قوى انه يرجع لك او رح يستجمع كل قوى انه يقنعك انه بدل ما تدير ظهرك تقابل مرة ثانية لانه عنده عرض فارس الخمسيات عنده عرض عنده شيء يريد ان يقدم لك شيء ملموس ممكن يكون خاتم قطبة ممكن يكون شيء ذا قيمة ثابت في العلاقة شيء مثل ما نقولون يختم العقد او يختم الصفقة يثبت العلاقة ممكن يكون شيء جاد يعني ولكن عليك يعني انت تدفعها من شوي الطرف الثاني ان هذا الشيء رح يستنزف كل قوته لانه ايضا هو موضوع فوبيا بالنسبة له ان انت تعرض عنه او انت ترفضه او ما تتجاوب معه ليش هو حاصب هالشيء هو عنده نوع من تأنيب الضمير احس لحد الان حتى لو انه قادم باتجاهك متاع خفيف تخلص من الماضي انتهى من مرحلة المشاكل وعدم وعدم يعني التردد حتى لو انه انتهى من هذه المرحلة ولكن لحد الان يتذكر احتمال الالم اللي وضعك فيه او خلاك تعيش في هاي التجارب السيئة معاه او الالم او الحزن هو يتذكر هاي اللي قاعدة اسمعه الحين هو يتذكر بالضبط بالتفاصيل اليوم الذي اعرض فيه عنك او اليوم الذي لم يهتم فيه تجاهك فخايف ان يصير عنده سيناريو مثل ما تفعل تجازة اليوم قراءتكم جدا متشعبة فيها كذا سيناريو احس كذا حالة في نفس القراءة وهذا شيء جيد عشان تطلع القراءة دقيقة جدا تناسبكم فاذا عكستوها تناسبكم مثل ما قلت لك عزيزي هذا الشخص عارف جدا ومتذكر جدا وغير ناسي للالم الذي وضعك فيه عندما كان لديه اكثر من شخص اكثر من علاقة غير مستقر متردد هو يتذكر ويخاف ان اذا رجع تجاهك وعرض عليك شيء انت تذكره باليوم الذي هو اعرض فيه عنك او اليوم الذي عملك في بلوك او اليوم الذي لم يعرف قدرك فيه فهو يخاف ايضا عنده خوف لانه لا يريد ان تكون هذه نهاية العلاقة مثل ما قلت لك هو اتي وعنده عرض ذا قيمة عرض فيه استقرار لك ولا نفرض انك وقعد احس انك رح في البداية رح تحاول انك تعرض عنه او تشكك في نوايا او دايما عندك احس خوف يا برج الجوزة انه يتكرر نمط الحبيب يعني انت حس نظرتك دايما للماضي هنا بعد شلون؟ يعني بغض النظر التغيير الذي يمر خلاله الحبيب او الشريك او بغض النظر عن هذا الشخص الجديد وما يحمله من نوايا طيبة تجاهك انت لحد الان عندك مشاعر ألم من الماضي قعد تتذكر نمط العلاقات اللي فشلت في حياتك فتخاف دايما تخاف من تكرار النمط تخاف ان هاي شخص يشوه مثل اللي شوه شخص قبله تذكر لان هاي بنتكل وهي عنده بنتكل فيذكرك فيه اذا كان شخص جديد هو يذكرك فيه عنده شيء ذا قيمة يشابه في الطاقة هذا عنده بعد شيء بنتكل خماشي عنده ففيه تشابه في الطاقة وهذا الشيء قعد يخافك احسن شدي احتمال في البداية انك تعرض عنه تعطيه يظهرك مثل ما كنت لك تعطيه يظهرك وما يرى منك الا ظهرك احس انه ايضا في عدم ثقة يعني كأنك غير وافق في نوايا هالشخص ومن حقك ساعات نمر بظروف ونمر بامور تترك بصمتها علينا مثل سيكسوفوتر سيكسوفوتر هي عبارة عن بصمة للمشاعر انت تعود على طريقة ذكريات معينة سواء كانت جيدة او سيئة تتعود عليها بحيث انها تترك بصمتها عندك فصعب انها تطلع حتى انت يا برج الجوزاء من هاي النمط وتواجه الحقيقة الجديدة حتى انت بالنسبالك فعشان اني عشان تذيء رسالة تقولك تحتاج الى القوة انها تواجه الماضي تواجه مشهر هذا الشخص تواجه المشاعر اللي عندك اياها من الماضي مشاعر الخبلان مشاعر كلهم زي بعضهم مشاعر الامر تكرر سوف يتكرر كأنك قاعد تنتظر ان العلاقة تفشل مرة ثانية مو قاعد تنتظر تكليلها او انتهاءها بالزواج لا قاعد تنتظر الفشل في اي مرحلة من المراحل كأنه ما عندك ايمان فقدت الايمان في الاشخاص وفي الحب وفي نواياهم ايضا حتى لو كنت ما تحترف لنافسك حتى لو كنت اقنع نفسك وتقول انا قاعد انتظر الحبيب ومنفتح من اجل الحب وعندك شيء من الماضي لحد الان لم لم تغلقه لما تبتدي لما تكون عندك قدرة انك تبتدي تشوف الزين في الاخرين النواية الطيبة في الاخرين دايما الجانب الايجابي في الاخرين ولا تبحث عن ام ام اين يقعون من الماضي بماذا يذكرونك في الماضي اهني تعرف انك خلاص تجاوز هاي المرحلة ومستعد البداية الجديدة فاذا كان الحبيب مشكلته انه بطيء وغير وافق وحذر وجدا يستغرق كثيرا في التفكير ومن ثم الافعال التفكير والافعال يخذ وقت كثير فيهم انت مشكلتك المشاعر الدفينة ما الذي اتوقع انه يحدث في المستقبل من التارو عندنا سبعة الاخصان طاقة المحارب شخص واحد قاعد يحارب عدة اشخاص عندنا الغصنين عندنا سبعة الخماسيات وعندنا جستس العدالة رح بتطيب اول كارتين سبعة الاخصان هذا الشخص رح يحارب عشانك حتى لو انت كنت تشوفه هني ضعيف وغير ناضج وغير قوي لان الفارس في النهاية ليس ملك يعني مو نفس الطاقة ولكن هذا الشخص سيحارب سيثبتك انك انت المخطئ سيحارب من اجلك يعني لو كان هو اخطاء في الماضي فسيثبتلك ان انت في الحاضر انت الغلطان يعني فطريقة تفكيرك سيثبتلك ان فعلا في تغيير او فعلا انا لسمة الاشخاص اللي تعرفت عليهم في السابق او احتمال انا اشابهم اشبههم اللي من الماضي ولكن انا نظيف انا جديد انا ليست لدي المشاكل الارتباطات في الماضي تخلصت منها قبل ان اقدم قبل ان اقدم اليك انا اتخلص من هاي المشاكل قبل ان اتجه في رحلة يعني بالتجاهك انا اتخلص من هاي المشاكل فمن اجل نيته نيته هاي الشخص مستعد ان يحارب مستعد ان يثبت نيته حسن نيته ومستعد ايضا يحارب لو انت كنت لحد الان في هاي المرحلة تحن الى شخص من الماضي او تنتظر شخص من الماضي وهو شخص احتمال جديد هاي الشخص مستعد يحارب عشان العلاقة عشان يلفد انتباهك له لان انت هني مستغرق في ذكرياتك مع شخص من الماضي هاي الشخص بيدخل حياتك وقلك اعرني اهتمامك لدي شيء ذا قيمة اقدمه لك نواياي صافية احتمال انا اخذت وقت كفاية واكثر من كفاية عشان اوصل لعندك ولكن عندما وصلت انا نواياي صادقة وانا قوي واستطيع ان احارب عشان العلاقة استطيع اقوم بواجبي اثبت العلاقة ليس فقط ان اصل عندك واخذ منك القبول او الرف ولكن سوف ابقى لأحارب لكي ارى هذه العلاقة تثمر على المدى الطويل من ثم لدينا الغصنين 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 اراهم ان هذا الشخص تعرف اليان واليان تكمله الابيض والاسود الرمز اللي يكملون بعض هذا الشخص يرا فيك ما يكمله يرا فيك ما كان يبحث عنه من زمن طويل تعلم يعني هو احس انه عندما يحصل عليك تشوف سعيد ومستانس ومنبهر تحسه متحمس متحمس تجاه الحياة تتغير طاقتها من طاقة التراب والارض طاقة مستقرة بطيئة الى طاقة نارية تبتد عنده شرارة الحماس للحياة الحماس ان احنا نبني مع بعض مشاريع جديدة خل ناخد العلاقة لمنحة جديد خل نطور في العلاقة دايما بتكون فيه مقترحات من جانب هذا الشخص تبين لك انه مستعد يبني معك مستعد دايما حتى قبل ما انت تكون مستعد وهو مستعد قبلك واسرع منك عشان ياخذ الامور لمنحة جاد ياخذ الامور خطوة زيادة مرحلة زيادة هذا خبر جدا سعيد انه على الاقل لما يوصل عندك رح يكون يستطيع ان يحارب رح يستطيع ان يبني من ثم عندنا سبعة الخماسيات والعدالة ارى انهم هذين طاقتك لان اشوف عندنا عندنا سبعة الاخصان وسبعة الخماسيات فطاقتك تقابل طاقته هو مستعد ان يحارب انت تحس انك انتصرت شلون لانه عندنا الجسس واقفة بينهم وهي العدالة تحس ان من العذاب الالهي هاي العلاقة بالنسبة لك بغض النظر من الشخص الذي سيأتي من الماضي او او من الحاضر يعني شخص جديد انت ستحس ان العدالة الالهية لكل المشاكل التي مرت فيها تتحقق في هاي الخاتمة لان انت انتظرت بما فيه الكفاية استثمرت بما فيه الكفاية امنت باشخاص وجازرت في العلاقات والحب بما فيه الكفاية رح تحس انه مثل الريورد او الجائزة المكافئة التي تحصل عليها مقابل صبرك ورعايتك وايمانك بالناس مقابل جهدك رح تحس ان فيه عدالة الهية لان هاي الفترة اشوف او الفترة القادمة سوري الفترة القادمة اشوف ان طاقتك انت رح تكون مرتاح انت انت قمت بالعمل بالجزء المتعب رح تشوف ان فيه عدالة الهية تتحقق عندما يحين الوقت ان انت ترتاح انت تكون جالس في مكانك اوكي والجهد يقع على شخص ثاني هذا الشخص هو اللي لازم يبرهن لك نيته واستعداده انت رح تكون مرتاح ان شاء الله وهذا خبر سين مثل ما قد لك قرائتك اليوم جدا خفيفة سواء الشخص اللي تنتظر وتتوقعه من الماضي او الحاضر او حتى سيأتيك شخص جديد قرائة جدا خفيفة طاقتها تنهضم ليش انا قلت لك احتمال كبير ان شخص من الماضي لان هذا طاقة الرنيول كارت رقم عشرين هو كارت الموت لا سوري جوجمنت رنيول هو الجوجمنت احتمال ان اشوفهم ايضا اذا كان شخص من الماضي فهو راح يبتدي معاك قداية جدا جديدة على اسس جديدة لا تسيء الظن وتعتقد ان رح يبني معاك مكان ما توقفت في السابق لا تغلط هاي الغلطة وتفكر هاي التفكير وتتوقع منه ان يبطرف بهاي الطريقة مثل السابق هاي الشخص رح يكون جديد يأتيك جديد وان كان من الماضي سيأتيك جديد بحلته الجديدة فعلا رح يتغير مو بس شكلا او تصرفاته الخارجية شكلا ومضموما مضموما رح يكون جديد يعني طاقة هذا الشخص المتردد مأثره حتى على طريقة قراءتي مع الحمل والثور ممكن تخطأ في الكلمات شوفوا هنا حتى الكلمات عندي ما تطلع بسهولة الشخص هذا جدا في هاي المرحلة لحد الان قبل ما ينطلق لحد الان هو في مرحلة التفكير لما ينطلق رح يكون اثبت هاي الفارس ثابت ولكن داما بعد في مرحلة التفكير فهو مأثر حتى على طاقتي وانا صرت مترددة الكلمات لا تخرج بسهولة اتلعثم ولكن في مرحلة قادمة تنتظركم مرحلة ما بعد التردد ما بعد الانتظار ما بعد الاستثمار ترقب هاي المرحلة لانها هاي المرحلة لانت تستطيع فيها انك تكون مرتاح تريح بالك لما تقلس هاي المرحلة انت عملك الجزء المتعب من عملك انتهى كل اللي لازم تسوي ان انت تكون متقبل للبداية الجديدة اذا انت اضطت ظهرك لهاي البداية الجديدة ما راح تصير ارادتك الحرة هي اللي راح تغلب الواقع والفرصة بلا تشك عزيزي لحظة واحدة ان هاي الشخص سيأتيك ومعه نفس المساكل من الماضي نفس الامور غير المحلولة من الماضي لا سيأتيك ويكون جدا مستعد انه يبني معك من جديد هو جدا هو جدا اخط الماضي يعني مر بمراحل كرت الججمنت هو كرت الاشخاص الذين يظهرون من القبور لان هاي الشخص احسى مثل الاستوعب بعد وقت ما او مرحلة ما استوعب ان انت الشخص المنشود يعني انت مثل بالنسبة له مثل لوزي سكر انت شخصة كاملة هذا الشخص اكتشف احتمال بعد فترة الانفصال او الفراق او الابتعاد اكتشف مثل في لحظة ما مثل النور اللي صار في رأسه او الاضاءة جات الفكرة واستوعب ان مغامرات الحياة اللي فعلا بخاطر ان يسويها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة